السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن علم من الأئمة الأعلام الذين خلدوا ذكرهم في التاريخ خصوصا في الجانب الديني والفقهي والحديثي معنا اليوم الإمام الأعظم أبو حنيفة التاجر الشاطر والقاضي الورع والذي كان يحمل لواء القيم الإنسانية في العصر الثاني أو القرن الثاني من الهجرة قبل أن يكون تشكل الوعي الثقافي عند الحقوقيين في عصرنا هذا أبو حنيفة هو حامل لواء القيم الإنسانية من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية نتعرف عن هذا الإمام الأعظم وقد سبق لنا في حلقة سابقة أن تعرفنا على الإمام مالك ابن أنس الذي هو نموذج للعالم والمتعلم اليوم نأخذ نموذج للتاجر الشاطر والقاضي الورع الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ولد مباشرة بعد عصر التابعين هو أول من أسس المذهبية إنه صاحب المذهب الحنفي المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي هو أول مذهب أسس في الثقافة الإسلامية بعده جاء المذهب المالكي ثم بعده المذهب الشافعي ثم بعده المذهب الحنبلي نتعرف عن هذا الإمام الأعظم كيف نشأ وأين ترعرع وما هي الوسائل التي أدت إلى نبوغه وكيف كان يعيش واقعه وأزامات عصره وكيف كان مشاركا في الحياة السياسية والواقعية وترك بصمات قوية حتى إنه بعد مرور أكثر من 12 قرنا لا زال هذا العلم لا زال يحتفى به ولا زال يعظم ويقدر شأنه أبو حنيف النعمان قال عنه الإمام الشافعي من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة هذه الكلمة تختزل من هو هذا الرجل كل من أراد أن يتبحر في الفقه والفقه المقارن سيبقى دائما على عتبة باب أبي حنيفة لأنه بحر لا ساحل له هذا الرجل يعد من التابعين هناك الصحابة وهناك التابعين هو من التابعين وقد لقي عددا من الصحابة لقي أنس ابن مالك الصحابي الجليل الذي كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الرجل معروفا بالعلم وبقوة الشخصية وبالنفوذ والمهابة والقوة للتأثير دائما لما ندرس سيرة العلماء ندرس مسألة الشخصية وتشكل الوعي ومدى تأثيرهم على العامة وتأثيرهم على سلطان عصرهم هل كان له حضور أم لا أبو حنيفة النعمان كان له حضور قوي وكما اتصف بالعلم وقوة الشخصية والمهابة اتصف أيضا بكثرة العبادة والإخلاص والورع والوقار هذا الرجل ولد في العراق بالكوفة ومعلوم أن العراق كانت هي عاصمة الدولة الإسلامية في ذلك الزمن والعراق معروفة في التاريخ أنها كانت موطنا لمدنيات قديمة تنتشر فيها الملل والنحل والأهواء وتتجادل فيها العقائد لم تكن منطقة مستقرة كما هو شأن المدينة المنورة كنا قد تعرفنا على الإمام مالك نشأ في المدينة المنورة الوضع فيها تابت ولا يكاد يتحرك لكن في العراق الوضع فيه حركية قوية هناك عدة ملل وعدة نحل في العقائد تتجادل وفي اضطرابات سياسية وفيها فتن أمنية وهناك مداهب شتى هناك الشيعة وفي بادية العراق هناك الخوارج وفي وسط المدينة هناك المعتزلة ثم أيضا هناك طوائف كبيرة من الديانات الأخرى من اليهودية والنصرانية خليط من الأفكار وطبعا كان هناك الفاتحون المسلمون التابعون الصالحون المشتهدون حاملوا لواء علم الشريعة والعقيدة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعهم والمجالس العلمية التي كانت أيام زمان التي كانت تتبنها الدولة وتحافظ عليها لأنها تشكل الأساس للدولة الإسلامية كان هناك تقريبا تلد دوائر من حلقات العلم في ذلك العصر وفي ذلك المنطقة هناك حلقات للمذاكرة في أصول العقائد الدولة كانت تسمح لدوائر فكرية أن تخوض في قضايا العقائد فالناس لهم الحرية المطلقة في أول الإسلام معروف أن كان هناك الحرية المطلقة في الحوار حتى بين اليهود والنصارى ربنا كان يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وكانت المذكرة أيضا بين الفرق الإسلامي المختلفة كان هناك أهل السنة وهناك الشيعة وهناك الخوارج وهناك المعتزلة فكانوا فيما بينهم يتناقشون وهذا نسجل نقطة أساسية أن أول العهود الإسلامية بمدى عرفت بازدهارها لأن كان هناك نشاط تقافي وفكري مبني على الحرية الفكرية والعقدية وأيضا كان هناك حلقات خاصة بالأحاديث النبوية وروايتها هناك طائفة من العلماء اختصوا في الاهتمام بالسنة النبوية الشريفة أنهم يوتقونها ويصححون أحاديثها ويدققون في روتها وهناك حلقات أخرى خاصة بالفقه والفتوى فيما يقع من الحوادث الفقه والفتوى له ارتباط بالقضاء أبو حنيفة هذا الإمام العالم الذي ندرس حياته الآن ونتعرف عن ملامح من شخصيته أنه نشأ في هذه البيئة حينما ولد وجد بأن البيئة غنية بالعلم والعلماء والتقافة والفكر وبعد أن استعرض العلم المعروفة في ذلك العصر اتجه إلى دراسة الفقه والفتوى لأنه كان يطمح أن يسير إلى القضاء فكانت مهنة القضاء في ذلك الزمن مهنة عظيمة للغاية ومحترمة والفتوى أعظم منها كان مركز الفتوى شيء عظيم أبو حنيفة في الأول تشبع بالفلسفة اليونانية وتشبع بالعلوم والآداب الأجنبية التي كانت سائدة أيام العباسيين واستطاع أن ينفتح على التقافات الأجنبية ولكنه لما درس كل العلوم في زمانه وجد بأن العلم الذي يستحق الإنسان أن يتعب من أجله ويضيع شطرا من عمره في سبيله هو علوم الدين وخصوصا علم الفقه والفتوى لأنه يقربك إلى الله وتعلم المراد مراد الله من خلقه أبو حنيفة لم يكن كبقية العلماء التي سوف ندرسهم ربما كانوا أيتام أو كانوا فقراء أو كانوا مهمشين أبو حنيفة لا كان ينتمي إلى بيت من أهل اليسار ومن أهل الغنى فوالداه وأجداده وأعمامه كانوا معروفين أنهم من كبارة تجار كانوا يبيعون الحرير والأقمشة وهي تجارة تدر على صاحبها الكثير من المال أبو حنيفة عاش في النعيم حتى إنه قيل لما كبر كان طويل القامة وعارض المنكبين وكان يأكل خروفا في اليوم كان عنده مال وفير وكانت تجارته قوية وكبيرة جدا لهذا سوف نرى بأن فقهه سيكون في المواجهة وكان صمام أمان وكان أبو حنيفة موفقا في تجارته كان في الأول يبيع ويشتري تجارة تقريبا نقول دولية في ذلك الزمن كان من كبار الأثرياء وهذا الغنى لم يمنعه أن يكون مستقيما كان مستقيما وكانت فيه قوة الإقناع للحق والباطل كان عنده قوة إقناع واستطاع من خلال تجارته أن يربح الأموال الكثيرة لكنه الملاحظ أنه لما تشبع بالإيمان وتشبع بالعلم وتشبع بالثقافة الإسلامية ماذا صنع بكل الأموال التي جمعها كان يعطي شطرها للفقراء والمساكين والمحتاجين والأرامل والشطر الثاني كان ينفقه على طلبة العلم لأن العلم الديني كان الناس يزهدون فيه في ذلك الزمن الناس يقرؤون العلم الذي فيه مناصب شغل وفيه ثراء وفيه تقرب من الصلاطين لكن العلوم الدينية في ذلك الزمن بدأ الناس يزهدون فيها فكان يشجع على طلب العلم وطلب الفقه وطلب الحديث وكان ينفق بسخاء على الطلبة والعلماء كان يقول أنفقوا في حوائشكم هذه الأموال ولا تحمدوا إلا الله فإني ما أعطيتكم من مالي شيئا ولكن ذلك من فضل الله علي فيكم فتجمع حوله العلماء وصار هو أيضا يقوم بالمزيد من الاجتهاد كان عنده خطان متوازيا خط في التجارة يجمع به المال وخط في طلب العلم لكي يعطي العزة ويعطي المقام الرفيع لطلبة العلم والفقهاء والمحدثين ويعرف على أبي حنيفة أنه كان الشديد الحرج في كل صفقة تجارية يخالطها شبهة كان الشديد الحرج يتساءل هل هذا حرام؟ هل هذا مباح؟ من أجل ذلك سوف نلاحظ بأن ما يمتاز به الفقه الحنفي على بقية المداهب الأخرى أنه كان متقدما في الفقه المالي من أراد أن يتوسع في الفقه المالي فليقرأه على مدى بأحنيفة لأنه سوف يعطينا آراء متجددة وآراء مستقبلية حول التدبير المالي وحول قضايا الاستثمار وسوف يفهم الفقه المالي فقها تقدميا في ذلك الزمن لكنه كان يتحرج من كل شيء يخالطه شبهة أبو حنيفة النعمان بدأ حياته بحفظ القرآن العظيم كعادة الناس في ذلك الزمن ثم بدأ يقرأ الأحاديث النبوية الشريفة وكانت ناذرة في العراق لأن كان هناك الكذب كان الناس يفترون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الفقه الذي كان في المدينة المنورة الذي كان في الصلحاء يغلب على الصلحاء والتابعون الذين هم على الطريقة المتلى فكانوا لا يحتاجون إلى التصحيح لكن في العراق كان هناك الكثير من الدجالين والكذبين الذين كانوا يفترون على رسول الله فكان الحديث قليل فأبو حنيفة سوف يعتمد على القرآن العظيم وعلى الأشهر في الأحاديث النبوية ثم على الأقهيسة وعلى المنطق العقلي لما درس العلوم الشرعية بدأ يدرس الفتاوى كيف يمكن أن يفتي صناعة الفتوى لأن الفتوى هي صناعة ويتتغير حسب الزمان والمكان والوقائع وبدأ يدرس العديد من العلوم الشرعية فصار يأخذ بكتاب الله تعالى كان يقول أن كلما عرضت علي مسألة أعرضها على كتاب الله فإن لم أجد فعلى سنة رسول الله فإن لم أجد فأخذ بقول الصحابة فإذا انتهى إلى الأمور إلى العلماء الآخرين ذكر منهم بعض العلماء المشهورين قال هم رجال ونحن رجال نجتهد كما اجتهدوا فكان يفتح باب الاجتهاد وكان يعتمد بالإضافة على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة كان يعتمد على الإجماع إجماع العلماء من الصحابة والثابعين ويعتمد على القياس قياس الحاضر على الغائب وقياس المنصوص عليه على الغير المنطوق وكان يستخدم الاستحسان يستحسن الشيء لأنه متفق مع مقاصد الشريعة وكان يعتمد على العرف والعادة وهكذا صار أبو حنيفة يشتهد حتى صار قاضيا وصار مفتيا وصار علما كبيرا وفي زمانه لأنه كتر القيل والقال واللغط ألف كتابا سماه الفقه الأكبر أشهر كتب بحنيفة الفقه الأكبر وعنده كتاب أخر اسمه العالم والمتعلم في ذلك الزمن يعني في القرن أواخل القرن الأول من الهجرة وبداية القرن الثاني يعني في أوائل أوج الإسلام هذا أول ما ظهر الفقه الأكبر دعونا نتحدث عن نبدأ هذا الفقه الأكبر ماذا يعني به هناك الفقه الأصغر وهناك الفقه الأكبر الفقه الأكبر وفقه العقائد ما يتعلق بالاعتقادات والفقه الأصغر هو فقه الفروع ما يتعلق بالعبادات والمعاملات بين الناس ففي الفقه الأكبر سوف يتحدث أبو حنيفة عن قضايا كثيرة عن حقيقة الإيمان وعن حقيقة الإسلام لأن هناك من لم يستوعب ما هي حقيقة الإيمان والإسلام وبالمقابل تحدث عن مسألة التكفير ومسألة التفسيق التي سدت في ذلك الزمن كان هناك صراعات سياسية حول السلطة وكان بعضهم يوظف القضايا الدينية فيكفر ويفسق ويسلب الإيمان ثم تحدث عن مشكلة ما يسمى بخلق القرآن التي روجها الخليفة المأمون في أول العهد العباسي للسيطرة على الحكم ضد الأمويين تحدث عنها فكريا ودينيا ولكن عنده رؤية سياسية تبقى دائما غير واضحة وتحدث كثيرا عن بعض القضايا مرتبطة بالدات الإلهية لأن هناك من سوف يتكلم عن العدالة عدالة السلطان وتسأل هل الله جل جلاله عادل فتكلم عن العدل الإلهي وتكلم عن الدات الإلهية من حيث بعض الأوصاف المذكورة في القرآن عن يد الله هل الله له يد؟ يده مبسوطتان عن الوجه أينما وليتم فتم وجه الله عن النفس هل الله له نفس؟ كل هذا أرد فيه على الفرق الكلامية في ذلك الزمن من القضرية والمعتزلة والخوارج الذين تحدثوا عن قضايا مرتبطة بصفات الله تعالى وأسمائه وهكذا سوف ينفي التشبيه والتجسيم رضا عن المجسمة والمشبهة وسوف يتكلم عن النبوة والنبوات وعصمة الأنبياء ومعجزاتهم وعن كرامة الأولياء وعن رؤية الله في الدنيا وفي الآخرة قضايا كثيرة أثارها الكتاب المشهور بالفقه الأكبر أما الكتاب الثاني الذي ألفه الإمام أبو حنيفة يسمى العالم والمتعلم أشار فيه إلى حقيقة طلب العلم وما هو العلم النافع وكيف يكون العمل تبعا للعلم كما أن الأعضاء تبعوا للبصر فلابد أن يكون العلم له علاقة بالعمل فأن تجمع العلم دون أن تعمل به هذا لا قيمة له وأن تعمل بدون علم أيضا لا قيمة له ثم تحدث عن العدل والجور في هذا الكتاب المسمى بالعالم والمتعلم العدل لأنه كان مطلبا أساسيا في ذلك الزمن والجور يعني الظلم الحاكم الجائر كان يتحدث عن عاقبة الجور وأسبابه ودواعه أبو حنيفة توسع أكثر رغم أنه فقيه في الفقه والفتوى والقضاء لكنه كان على دراية كبيرة بالعقائد فقد تحدث عن الصانع الصانع من هو الصانع هو الحق سبحانه وتعالى لما كان يجادل أهل الفرق والأهواء كان يتحدث عن وجوب معرفة الصانع عمق التدين من أراد أن يكون متدينا صادقا وعلى الطريقة المستقيمة لابد أن يبدأ حياته بمعرفة الصانع كان يرى أن الكون هو عبارة عن صنع كل ما في هذا الكون من كواكب ونجوم ونظام دقيق دليل على أنه مصنوع هذا الكون مخلوق وهذا المصنوع له صانع وهذا المخلوق له خالق وكان يقول لا عذر لأحد في الجهل بخالقه كان أول ما يبدأ به في تعليم الناس أنه يعرفهم بالصانع بالخالق بالمبدع سبحانه وتعالى كان يقول أول الواجبات على المكلف قبل أن تتعلم الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها من المبادئ والفرائد الدينية عليك أن تتعلم النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة الله وصفاته لا بد من هذا المبدع أنك تبني إيمانك على اليقين تبني إيمانك على العلم وليس فقط إيمانا ويراثيا والأمر الثاني أنك تبني إيمانك على النظر والاستدلال المؤدي إلى قضية إرسال الرسل فالمنطق يقتضي بأن الصانع والخالق يبعث الرسل لا يترك للبشر هكذا بمفردهم يتعرفون على حقائق وجودهم وعن ماضيهم وعن مستقبلهم لا بد من الإخبار والإخبار يكون عن طريق إلسال الرسل فكان يثبت النبوات ثم بعد ذلك يتحدث عن تكليف العباد فالنبوات تأتي بالشرائع ما يسمى بتكليف العباد وهذا المنطق يقتضي هذا ثم تحدث بالاستدلال عن المعجزات الدالة على صدق الأنبياء ليس كل من قال أنا نبي نصدقه فقد ظهر في التاريخ دجالون وكذابون كثر أشهرهم مسيلم الكذاب فكان لابد لكي نصدقه أن يعطينا معجزات باهرات وكان يقف على معجزة القرآن العظيم الدالة على صدق نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان يتحدث كذلك عن التغير الذي يقع في الوجود فكان يقول بأن كل حادث متغير وكل حادث لابد له من محدث وبذلك كان يعلم بأن الوجود هو في حركة مستمرة ولابد أن له بداية وله نهاية وله صانع وضابط وكان أبو حنيفة يركز على الأدلة العلمية والمنطقية على وجود الله كان يركز مثلا على مسألة خلق الإنسان وعلى أطوار هذا الخلق فكيف أن الإنسان كان جنينا خرج من مطن أمه بصورة حسنة هذا الجنين خرج بصورة حسنة فيه استواء القامة في تناسب الأعضاء هذا دليل لماذا؟ دليل أن الذي صوره وخلقه في أحسن صورة هو إله عظيم ولهذا بين الفين والأخرى يكون أنك بعد الخلق فيهم أمراض أو فيهم نقصان وهذا الشيء يؤكد لنا القاعدة ولا ينفيها ثم لما ينظر إلى السماء من فوقه ويرى النجوم السيارة تدل على أنها من صنع البارئ عز وجل بها نتعرف على الخالق وكان يفند مزاعم المنجمين الذين كانوا يستدلون بحركية النجوم لمعرفة المستقبل ومعرفة الغيب وكانت هناك دينة الصابئة في ذلك الزمن في العراق عندها معابد كثيرة كان هذا هو شغلها وديدانها فكان أبو حنيف النعمان قبل أن يتحدث عن الفقه الأصغر الذي هو العبادات والمعاملات كان يقول لابد من إدراك ما يسمى بالفقه الأكبر ومعرفة الله معرفة الله بالعقل ومعرفته بالمنطق ومعرفته بالاستدلال وهذا أمر واجب عند أبي حنيف النعمان ومعروف أنه تحدث عن وحدانية الله كان يقول الله تعالى لا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له هو سبحانه أزلي لا بداية له وأبدي لا نهاية له ولا يجري عليه ما يجري عن المخلوقات من التغيير والانتقال كان يزرع أبو حنيف النعمان في قلوب العامة يزرع فيهم بدرة الإيمان أولاً لأن كان هناك بعض الفلاسفة من المعتزلة والأشاعر والخوارج والخوارج وغيرهم من أصحاب الفرق المشبهة والمجسمة وأصحاب الديل الأخرى من الصابق واليهودية والنصرانية كانوا يعيشون لغطاً لغطاً في معرفة الحقيقة حقيقة الوجود وحقيقة الخالق فكان أبو حنيفة في كل دروسه وفي كل خرجاته كان يبدأ أولاً أيها الناس عليكم أن تعرفوا خالقكم مبدعكم صانعكم وكان يعرف بصفات الله سبحانه وتعالى أنها صفات ذاتية لله مخالفة لصفات المخلوقين فالله مثلاً يعلم لكن لك علمنا ويقدر لا قدرتنا لك قدرتنا والله تعالى يرى لك رؤيتنا والله تعالى يتكلم لك كلامنا والله يسمع لك سمعنا فهو سبحانه وتعالى فيه الصفات مشتركة بين البشر لكنها ليست كصفاتنا وهو سبحانه وتعالى لا يجري عليه شيء مما يجري على المخلوقات من التغير والتطور والانتقال لأن الله تعالى لا يتحد بالأشياء ولا تحل فيه الأشياء كان يرد على المسيحيين النصطوريين وغيرهم من الأصحاب المبادئ والدينات والأفكار كان رضي الله عنه أبو حنيفة يرى بأن الخلق البديع يدل على عظمة الخالق كان يقول تفكروا في خلق الله تهتدوا ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا وغيرها من المسائل مما جاء في نصوص الفقه الأكبر أدعوكم لمن أراد أن يتوسع أن يقرأ كتاب الفقه الأكبر كبير وفيه قضايا كثيرة جدا ربما قد نتناول بعضها قصص قصص كبيرا في الجدال مع المشككين وفي الجدال مع أصحاب الأهواء كيف كان أبو حنيفة عنده قوة المنطق وقوة الإقناع هذا الرجل ظهر في القرن الثاني للهجرة يعني قبل أن يكتمل القرن الأول وبالقرن الثاني في وقت متقدم جدا وكان رضي الله عنه حباه الله بمنطق وعقل عظيم كان يمتاز بأنه غير تقليدي ولا تلقني كان ثقه يعتمد على المحاورة وعلى المشاورة وعلى الإقناع كان يعتمد على الدليل النقلي ثم على القياس بل كان أبو حنيفة يمتاز بشكل بمسألة هي لم تدر إلا في أصلا مؤخرا ما يسمى بفقه المستقبليات فقه المستقبليات ربما اهتم به بعض العلماء المعاصرين كالفيلسوف المفكر المغربي الكبير المهدي المنجرة رحمه الله تعالى كان يهتم باستشراف المستقبليات حتى صار مدرسا في اليابان وصار مديرا لمععد كبير في اليابان لأنه متخصص في هذا المجال كان يأخذ من أبو حنيفة أبو حنيفة هو أول من وضع ما يسمى بافتراض الأحداث لم تقع وكان يستشرف المستقبل فقه المستقبليات وهو أول من دون علم الفقه ورتبه على أبواب وضع فيه أبواب أبواب مختلفة لكن الذي يمتاز به أبو حنيفة عن غيره من الفقهاء وقد كان قديما هو أنه رافع القيم الإنسانية نحن ندرس في عصرنا هذا مثلا في الثورة الفرنسية يقال بأن أول ما ظهرت هذه المبادئ الحرية والعدالة والإخاء هذا يقول بأنها جاءت تمرة للثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر وأيضا نقرأ مثلا النصوص المتعلقة باتفاقية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نقرأ عن الحرية والمساواة والعدالة نظنها بأنها ظهرت بعد الحربين العالميتين المدمرتين والتي جعلت المفكرين العالميين يتواضعون على هذه ويتفقون على هذه المبادئ لا أبدا أبو حنيفة النعمان في ذلك الزمن كان هو أول رافع للقيم الإنسانية في مذهبه إذا لاحظنا فقه وفتاويه وقضاءه كان دوما يعتمد على مبدأ الحرية يقول إذا أرد أن يفتي حكما شرعيا فكان أول ما يبدأ به بأن الإنسان حر وأنه مختار في تصرفاته ولا بد أن نحترم حريته أي قرار أو أي حكم يمس الحرية باطل فالحرية مقدسة وكان يعتمد على المساوات المساوات بين كل الناس ليس هناك طبقة راقية وطبقة متواضعة ليس هناك العامة والأسياد وليس هناك العبيد والبيض بل الكل سوى كان يسوي بين كل الناس الكل سواسي كأسنان المشطي ويسوي حتى بين الحاكم والمحكوم وبين الغفير والوزير ثم رفع ما يسمى بالعدالة الاجتماعية في زمانه كان يفتي وكان يقضي ويحترم العدالة الاجتماعية بين الناس لهذا نلاحظ بأن العثمانيون لما كان حكمهم سوف يضعون مجلة الأحكام العدلية هي من الفقه الحنفي لأنه كان تقدميا وكان يراعي الحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الأقليات فكان رحمه الله تعالى متقدما على عصره بل إنه من شدة ذكائه وفطنته أن اجتهاداته الفقهية في المسائل لم تقف عند الأمور التي تشغل عقول النساء الآن كان يتنبأ كما ذكرنا بما سوف ينتج عنها كل مسألة قد ينتج عنها شيء ما يسمى الآن بفقه المآل كان الحكم قد يكون مباحا لكنه بفقه المآل قد يصير محرما وقد يكون محرما لكن بفقه المآل قد يصير مباحا فكان عنده الفقه يتحرك أنه كأنه كائن حي ما يسمى بفقه المآل وكان عنده الفقه التقديري وعنده الفقه الاستباقي وغيرها من القضايا الفقهية التي لم تكن موجودة في ذلك الزمن هو الذي انفرد بها بين الآئمة الأربع وهو الذي استطاع أن يفجرها حتى قال أحد العلماء الأجلاء كان الناس نياما عن الفقه حتى أيقضهم أبو حنيفة أيقضهم والشافعي رضي الله عنه ماذا قال عنه قال الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة إنه علم غزير شهد له العلماء بذلك ومذهبه كان في ذلك الزمن واقعي وسهل التطبيق وخصوصا في قضايا القضاء والشؤون الدولة لأن أبو حنيفة النعمان كان حاضر في قضايا الدولة كان مسؤول كبير كان تاجر عظيم ودخل إلى دواليب الحكم ودواليب القضاء وصار مشاركا في تدبير شؤون الدولة والشؤون العامة وطبعا من يدخل هذه الدائرة عليه أن يستعد للمحنة فكباقي العلماء الأجلاء كدرسنا الإمام مالك كيف محنته مع الخليفة المنصور في طلاق المكره أيضا أبو حنيفة عنده محنة وكل العلماء الأجلاء مروا بمحن كل واحد منهم إذا كان مشاركا في شؤون البلاد والقضايا السياسية لأن هناك سراعات سوف يتعرض لمحنة محنة الإمام أبي حنيفة أنه قضى حياته العظمى في طلب العلم وتعليمه وذلك في ظل الدولة الأموية التي كانت في زمانها تشجع عن العلم والعلماء وعاش أيضا شطرا من عمره في كنف الدولة العباسية فسوف تسقط الدولة الأموية وتصعد الدولة العباسية وكان هناك اضطراب سياسي وأمني وعصرين مختلفين أبو حنيفة لاحظ بأن أن العباسيين كانوا يضطهدون الأمويين ويدطهدون آل البيت ويدطهدون الشرفاء فكان يعترض يقول للخليفة العباسي نعم نحن معك في الحكم ولكن لابد أن تحافظ على العدل وأن تنهى عن الظلم كان دوما أبو حنيفة إذا رأى هناك اضطهاد أو ظلم كان لا يسكت كان يصعد إلى المنبر وكان يقول كفاكم كذا وكذا ومعروف أنه دخل في سراع مع والي الكوفة يسمى ابن هبيرة معروف كان عظيم الشأن وكان مثل الحجاج كان يظلم ولا يعدل أبو حنيفة كان يعترض عليه فأراد أن يورطه أعطاه الخاتم أعطاه الطابع أمره بأنه هو الذي يختم على القرارات والأحكام القضائية فامتنع أبو حنيفة عن ذلك فقال أحكامك هذه ليست عادلة وأنا كنت قاضي القضاة كان أبو حنيفة قاضي القضاة لا يمكن أن أختم إلا إذا رأيت الحكم عادل وليس فيه ظلم فكان من هذا الوالي أنه طلب من أمين الشرطة أن يحبس أبو حنيفة بدون حكم قضائي وقال بأنه يهدد أمن الدولة وضرب أبو حنيفة ضربا متتاليا عدب عذابا أليما كما وقع لإمام مالك لما سجن وعلق من يديه وحتى أصيب بالبواسير أبو حنيفة كان قويا كما ذكرنا كان طويل القام وعرض المنكبين كان مثل المصارع وكان يأكل خروفا في اليوم وكان عظيم الشأن فرغم أنه حبس وضرب لم تؤثر عليه هذه الضربات واستطاع أن يفر فر من السهن وهارب من العراق من الكوفة وذهب إلى المكة فوجد في الحرم المكي أمنا وجد الأمن لأن مكة معروفة بأن فيها الأمن حتى أن كل من فر إليها لا يمكن أن يتم إلقاء القبض عليه هناك حرما آمنا هناك أبو حنيفة سوف يعكف على التعمق في العلوم الشرعية فسوف يقرأ الحديث والفقه ويقرأ علوم الدين ويعلمها الناس وظل هكذا أبو حنيفة مقيما هناك يعلم الناس وجاء بعلم غزير وجاء بشيء عظيم حتى اشتهر بين الخلق ولما صار الخليفة أبو جعفر المنصور في الحكم سوف يغير من هذه السياسة لأن الحكام منهم من قد يكون عنده رؤية مضادة لأهل الخير ومنهم من يكون هو هو من أهل الخير فكان أبو جعفر المنصور يدني العلماء ويدني الفقهاء واستدعى أبو حنيفة واعتذر منه ورفع قدره وأعطاه العطاية لكن أبو حنيفة بدأ يشك لماذا كل هذا العطاء فأراده أن يصير قاضي القضاة من جديد فامتنع أبو حنيفة عن القضاء وقال هذا القضاء ليس مستقلا إذا كنت سوف أحكم ويعطوني الخاتم ويقول أن تفتب لا أرفض فامتنع أبو حنيفة فألقي عليه استجن مرة ثانية وضرب وعدب عذاب أليما وبعد ذلك دخل في حالة من المرض لكنه قبل أن يموت ويتوفى أنه كتب كتبا عظيمة وخلف دروسا كبيرة وتلميذ في مختلف بقاع البلاد الإسلامية فبعد حياة طويلة أثنها في البحث والتدريس وعمد إلى وضع نظام قضائي شرعي لتنظيم أحوال المسلمين وأبدع في الفقه المالي في قضايا الاستثمار والأسواق وقضايا البيع والشراء مرض أبو حنيفة مرض شديد لما شعر بأن الأجل قد أوشك كان يسجد لله ويطيل سجده وكان يقول اللهم أمتني واقبض روحي وأنا ساجد كانت دعوته دوما يقول اللهم اقبض روحي إليك وأنا ساجد وهكذا كان توفي أبو حنيفة في السجن وراء القطبان ولما فتحوا القطبان وجدوه كان يصلي النوافر بالليل وساجد سجودا مطولا ومات في سجوده رحمه الله تعالى ولكن أبو حنيفة لما أرد أن يدفن كان قد قتب وصية قال أريد أن أدفن في أرض طيبة سليمة لم يجري عليها غصب ولا ظلم لأن كانت الأرض كل بقع أرضية إلا وتكون مغتصبة أو يكون فيها ظلم ذلك الزمن كان هناك ظلم شديد فأوصى أهل بيته وتلامدته أن جتته تدفن في أرض طيبة لم يجرى عليها ظلم ولا غصب وفعلا وجدوا منطقة مباركة في المنطقة العراقية في بغداد وهناك دفن وشيعت جنزته وكان يلقب بالإمام الأعظم الإمام الأعظم وجاء إليه أناس بالآلاف جاءوا لكي يشيعوا جنازته قيل خمسين ألفا من الرجال والنساء جاءوا لحضور هذه الجنازة المهيبة لهذا العالم العظيم في اليوم الذي ولد فيه أبو حنيفة في ذلك اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة ولد فيه الإمام الشافعي نفس اليوم المؤرخون يحددون بأن اليوم الذي مات فيه علم من أعلام الدين سوف يولد فيه علم آخر يخلفه هو الإمام محمد نئيذ الشافعي وسوف نتحدث إن شاء الله عن هذا الإمام الآخر الذي سوف يريد إمام أبي حنيفة وعلم الإمام مالك ودفن هناك الخلاصة أيها الأحباب الكرام أننا بهذا نتعرف عن صاحب المذهب الحنفي إنه يسمى مذهب أهل الرأي لأن في المدينة يسمى مذهب أهل الحديث وهو يسمى مذهب أهل الرأي وهو أول المذهب الأربعة في التقافة الإسلامية ورحم الله أبا حنيفة بقي هكذا يشعر بنوع من التضييق إلى أن فتح العثمانيون فتحوا مصر لما فتح العثمانيون في عادل سقوط الدولة العباسية وسعود الدولة العثمانية هنا سوف يجدد العثمانيون القضاء أرادوا قضاء يكون قوي قضاء مستقل قضاء فيه رجال أنهم ينطقون بالحق ولا يخافون لوم تلائم فاختاروا الفقه الحنفي وجعلوا العلماء الذين عينوا على هذا المذهب يؤمنون بهذه المبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وصار هذا المذهب الحنفي سائدا فانتشر في مصر وفي الشام وفي العراق وانتشر في بلاد الروم ثم في الهند وفي الصين وفي الكثير من البلاد في حين أن المذهب المالكي سوف ينتشر في المغرب وفي الأندلس وفي كتبن الدول الإفريقية هذا أيها الأحباب الكرام علم من أعلام الثقافة الإسلامية حق لنا أن نفتخر بهم حق لنا أن نستحضرهم ونستمتع ونستفيد من حياتهم المشرقة تكون قدوة لنا فتاريخنا الإسلامي مليء وغاص وممتلئ برجال عظماء إن شاء الله تعالى بين الفين والأخرى نتناول علما من الأعلام الكبار نرى كيف عاش حياة عصره كيف أبدع كيف كان يفكر وكيف لبى نداء ربه سبحانه وتعالى وهو عنه راضي هذا هو الأساس أيها الأحباب الكرام أن الإنسان يعيش في دنيا على بينة يتعرف على الصانع عن الحق سبحانه وتعالى وأنه يحرص أن لا تزهق روحه إلا وهو طاهر بل وهو ساجد بين يدي ربه ذلك هو الفوز العظيم رحم الله تعالى أبا حنيفة التاجر الورع والقاضي الصادق ونسأل الله تعالى أن يرحم جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم أمين يا رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله موسيقى شكرا